نورنا الكاتب الأستاذ ماهر زهدي اللي هنعيش معاه النهاردة مع الألحان الجميلة وأصوات مطربنا الكبار اللي تربينا على أصواتهم وعيشنا مع أغانيهم ندخل معاه كتب الغنى والموسيقى أهلاً بحادتك أستاذ ماهر منورنا الحقيقة أنه دايماً الواحد لما بيجي يتكلم عن عمالقة الغناء المصري بيتجيله حالة كده من النوستالجيا الجميلة اللي دايماً بيبقى ولو إنه يمكن طبعاً مش عايزين نكبر نفسنا بس بنتمنى لو كنا عايشين في الزمن ده بجد بجد يعني بنتمنى أن احنا كنا نبقى عايشين في الزمن الجميل ده نتكلم شيئاً مع حضرتك عن حبك للغنى عن حبك للموسيقى عن حبك للطرب بشكل عام وبعد ذلك يتكلم عن المطربين مصر ما فيش حد يعني ما ترباش على الأصوات اللي احنا بناعتبرها علامات في تاريخنا الموسيقي والغنائي من الأول يعني مطلع القرن العشرين وانت جاي على مدار مئة سنة شفنا عمالقة كبار في الألحان في الكلمات في اللي هنا عدد كبير جداً اتربنا على أصواتهم الموسيقية وعلى موسيقاهم الجميلة الرائعة زكريا أحمد محمد عبد الوهاب الصنباطي بليخ حمدي سيد مكاوي يعني طابور طويل جداً وطبعاً بالنسبة للأصوات بقى يعني ما شاء الله يعني طبعاً مصر غنية بتاريخها الفني مصر غنية مطربينها والموسيقى وتاريخ يصنع يعني أجيال وأجيال وأجيال لسه هتتعلم منه واللي هم عملوه أعتقد أنه محدش يارف يعمل بالتأكيد طبعاً يعني بصرف النظر عن التطور بصرف النظر عن اللي بيحصل التطور مش ضد يعني احنا مفروض بناخد ونتور مش ضد ان احنا نقدم يعني طراصنا بشكل جديد ونقدمه بشكل أفضل للأجيال الجديدة بالعكس يعني ده مهم جداً وخصصاً ان احنا بنشوف يعني أصوات شابة جديدة لسه لما بتيجي حتى تقدم نفسها أو يعني بتقف قدام لجنة علشان تمتحن بتختار حاجة من التطور الأديم علشان تظهر قدرات صوتها بالصبت وبيقدمه نفسهم من خلال التطور الأديم ياريت احنا لما يكون عندنا التطور الأديم الجميل ده ونعيد تقديمه بشكل يعني يتناسب مع العصر بالتأكيد هيفرق كتير جداً مع الأجيال الموجودة أكيد طبعاً أكيد وعلى أي أساس يهمني أعرف من حضرتك أستاذ ماهر بتختار المطرب أو الملحن أو المطربة اللي بتكتب عنها بناءاً عن إيه؟ بناءاً عن حبك ليها؟ بناءاً عن نازمة الجماهدية أو النجاح اللي حققته؟ بناءاً عن مثلاً حالة إنسانية ممكن تكون أثرت فيها فأثرت في حضرتك تحبيت تنقلها للقارئ تختارهم بناءاً عن إيه؟ هو بالتأكيد أولاً لازم أكون حابب الشخصية اللي أنا هكتب عنها أولاً تسمع لها أو بتحبها؟ طبعاً لازم بعد كده بيكون في تاريخها يعني تأثير كبير في تاريخ الموسيقى والغنى الشخصية بتبقى سايبة علامات بتبقى عملت يعني ما يؤهلها إن هي تتحط في مكانة خاصة أو برواز خاصة في تاريخ الموسيقى والغناء سواء بقى كان ملحن أو كان مطرب أو حتى شاعر لازم يكون قدم اللي هو يعني إحنا نفخر به وكمان بيهمني جداً إن الأجيال الجديدة تتعرف على تاريخ هذه الشخصيات مهمة قوي إن أنا أعرف مثلاً تاريخ سيد مكاوي تاريخ شادية تاريخ محمد عبد الوهاب أم كلسون طبعاً في أعمال أب تتقدم عن بعضهم لكن في أصوات كتير جداً وموسيقيين كتير جداً للأسف يعني لم يتم التسليط الضوء عليهم رغم إنه هم أقدموا الكتير في تاريخ الموسيقى والغناء في مصر فأنا ببقى حريص إن أنا يعني يعني على قد ما أقدر يعني الشخصيات اللي أنا بختارها أقدمها بما يليق بيها وأتمنى طبعاً يتاح لي الفرصة إن أنا أقدم شخصيات أكتر من كده أكيد آه يعني عدد محدود اللي أنا أقدمته لحد دلوقت في الموسيقى والغناء بس بالتحديد